مبارح كمان الرئيس عدد الفتاح سيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن تمت منقشة مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستجدات التصايد العسكري في قطاع غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي أكد سيادة الرئيس موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكثفة اللي بتقوم بيها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة لإيصال المشاعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة أيضا خلال الاتصال أكد سيادة الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير وأكيدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية فيما أكد رئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم معربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي اللي بتقوم بمصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة